مبسوطة قوي أن النهاردة حنتكلم على أكتر من حاجة هنتكلم على الموضة والأزياء بس كمان حنتكلم على حاجة مهمة جدا الستيات اللي بيشوفونا نفسهم ينجحوا ونفسهم يعملوا حاجة النهاردة فعلا أنا معايا ست مصرية مثل أعلى لكتير قوي من الناس اللي حيشوفونا علشان هي قدرت تنجح ونجاحها مش نجاح صغير ده نجاح كبير قوي أنا حقيقة مشتاقة أعرف هي إزاي قدرت تعمل الاسم الكبير ده وإزاي حطت اسمها ما بين أكبر مصممين الأزياء في مصر والوطن العربي النهاردة حتكون معينا دفتنا ساماح مهران أنا مبسوطة وسعيدة قوي أن أنت معي وفخورة كمان مرسي لك يا حب ساماح أنا بجد عاوزة استفيد وعاوزة المشاهدين اللي بشوفونا كمان يعرفوا أنت إزاي قدرت تنجحي وإزاي قدرت توصلي للي أنت فيه إصرارك حماسك دايما يبقى فيه حلم صغير الحلم ده أنت مصدقه جدا وحس من جواكي أن أنت قادرة أن أنت تعمليه مقاومة أي صراعات خارجية يعني مقاومة حتى لو كانت داخلية منك أنه هو في فترات بتحسي بالفشل في فترات بتحسي بأن أنت اللي أنت بتعمليه بدون جدوى هو لو كل واحد بس أصر على حلمه وصدقه ومشي وراه ربنا حيساعده طيب واحدة واحدة وانت صغيرة ابتديتي إمتى ترسمي ونفسك أن أنت لأ أنا حصمم لأ أنا حفصل لأ أنا حعمل ده بوسي هو الموضوع شوية لو يعني أي حد تقرب ليا هيعرف القصة بتاعتي أنا من البداية كفاشن ديزاينر كانش عندي يعني فكر أنا كان عندي موهبة اسمها الرسم بعرف أرسم كل حاجة يعني منظر طبيعي برسم بورتري بعرف أرسم حاجات يعني ممكن أي واحدة في سن 10 أو 12 سنة يجي خيالها من هي ترسم وبعد كده مع مراحل تطور شوية السن وبداية دخولي الجامعة اتعرفت بجوزي وهو اللي أخذ البوينت دي فيا قال لي أنت بتعرفي ترسمي في مرة هو زوجك برضو مصمم أزائي هو أساس المهن على فكر وهو بطريقة غير مباشرة قال لي أنت بتعرفي ترسمي بجد قلت له قال لي بترسمي إيه قلت له برسم أي حاجة في وريت له اللي سكاتش بتاعي كان فيه زي مركبة شرعية كبيرة منظر طبيعي قال لي بتعرف ترسمي كده يعني أزا جسم وبادي وعليه بقى قلت له أه أعرف قال لي طب يعني لو جبتلك حاجة بالشكل ده تقداري ترسميها قلت له طب يعني أنت عايزني أرسمها زيها ولا أطلع لك فكرة غير الموجودة لأن أنا ممكن أعمل كده هو بصير المنتهى الاستغراب يعني أنت عند كل ده وإحنا مع بعض ومشعرفين لا ده واحدة بقى دي قصة مصيرة جدا أه يعني أنت زي يعني أنت كنت مخطوبين حتتتجوزه وهو اكتشفك أه أصلا أنا متجوزة بصير وانا عندي عشرين سنة يا ريت الرجال اللي بيشوفونا اللي تقدروا يعني ده عمل دور الأب يكتشفك موهبك إن أنا يعني دي البداية على فكرة بعد كده إحساسك أن أنت بتعملي حاجة بتتنفذ ده بقى اللي ولد عندي طاقة إن أنا أكون موجودة أوكي يعني إيه حاجة بتتنفذي؟ يعني أنا النهاردة لما كنت برسم وردة حاجة خلاص صورة وخلصت إنما لما بترسمي يسكتش وبيتحقق بعد كده حد بيدور على قماش وحد بيدور على خمات وحد بيدور على تأفير وحد بيقص ورق وحد أنت فاهماني كل ده بيتحول من خيال بسيط في دماغك الواقع ده بقى الواحده نهم يعني سؤال خميس شوية وحبيت المحنة أكتر وإديت لها أكتر علشان جوزك بردو؟ أنا بحقق أحلامه لما الواحد بيعمل حاجة بحقق أحلامه لأن أنا بداية اللاين اللي شديني لي كان هو يعني أنت بتعرفي تعملي كذا أه طب عمل لك كذا ولا عمل لك يعني قل لي فكلاس بقى إن في بوينت كده لما ربنا بيحب حد على ما أعتقد يعني أن خبرة السوق ومجال السوق ده من سنه صغير إداني بقى مساحة أنتو بدأتو في بورسعيد أيوة ومازلنا في بورسعيد لنا فوع وأنا موجودة دلوقتي في القاهرة وبعد كده جيتوا القاهرة من أنتو تيجي القاهرة مخبتيش؟ يعني مكان جديد أو تحدي جديد قوليش؟ هقولك على حي هقولك على حي عشان نيجي من هناك اللي هنا أخذنا بالضبط وقت اللي يقل عن 8 سنين 8 سنين هنروح؟ لا مش دلوقتي نفسي روح بس استني شوية ما يمكن ده مش الوقت المناسب ننزل ندور على الأماكن كأعتليه حاجاتنا سيبنا تحصل مواقف حاجة كده لا إرادية نرجع تاني نقول لا ربنا مش رايد أن يكون ده الوقت بالوقتي شي حاجة موجود وهكذا 7 سنين فلما جيت أنا جاية وعندي الحمد لله اسم كبير في بورسعيد الحمد لله بالضبط كده وعندي اسم اللي الناس بتيجي يعني الحمد لله يعني ما حسيتش إن هي يعني عندي الرهبة بس أنا دايما دايما كل يوم عندي امتحان يعني أنا كل يوم عندي كده امتحان صغير اسمه عميلة تجياني بتعمل الأوردر والخيال ده يتنفذ وكل يوم عندنا يعني زي مش فكر ولا حلم بس عندنا هدف متجدد للفترة اللي بعديها ويمكن ده سببه إن فيه اندماج ما بين عقلية ستة وعقلية راجل الراجل مجازف الستة سوف أنا استمتاع جداً ما شاء الله يعني ما شاء الله ما شاء الله أنا خب الحسد قوي في العلاقات بس حاجة حلوة قوي إن ستة وجوزها الاتنين يتفقوا على حاجة والاتنين يبقى حلمهم حاجة ويفتدوا ينجحوا مع بعض هي طبعاً حاجة ممكن ما تتكررش كتير ممكن أكيد بس هي أي علاقة سواء في شجل أو علاقة اجتماعية أساسها للاحترام والنجاح المتبادل الاحترام المتبادل ما بينك وما بين الشخص أكيد هتوصلي لحاجة كويسة شكراً